كده يبقى احنا اتكلمنا عن الانهيرتنس والوراثة وشوفنا كمان السوبر كيوورد اداءها بيكون عامل ازاي او فكرتها بيكون عامل ازاي دلوقتي احنا اتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها كونستركتور هي حاجة احنا كنا بنستخدمها اصلا قريدي بقالنا كذا فيديو ولكن ما تكلماش عنها بشكل منفصل 一個نس تراكتور معنى الحرفي كلمة كونستركت يعني بناء يعني انا باستخدمها عشان ابني الابجكت بتاعي لو تفتكر لما كنا بناخد ابجكت من الكلاس كنت بقول له بيكول نيو اسم الكناستركتور كلمة دايو دي كانت بتستخدم عشان تعمل اينشياليز لالابجكت في الميموري يعني بتحجز لي ما كان في الميموري فهو انس ان انت اخدت ابجكت من الكلاس لازم باي ديفولت تعمل كول للكونستركتور طبعا الكونستركتور ليه مميزات كتير هو block of code يعني مكان قادر ان انا استخدمه بس بفكرة الكونستركتور ان هو اول حاجة بيتعامل ليها call once ان انت اخدت object من class تاني الكونستركتور بيتعامل لي call by default once ان انت اخدت object من class دي اول حاجة تاني حاجة الكونستركتور النام بتاعه لازم يكون نفس النام بتاع الكلاز لازم يكون نفس الاسم ثالث حاجة في كذا نوع من انواع الكونستركتور فيه كونستركتور عادي فيه كونستركتور ليه parameterized كونستركتور تعالي نشوف الموضوع بيتعامل ازاي طبعا احنا هنا لما كنا بناخد object من الكلاز الاسمه barrett كنا بنقوله equal barrett بالشكل ده طيب تعالي نشيل الكلام ده كله ونعمل كلاس جديد هاجي هنا في الكلاس ده وهقوله new dart file هسميه student طالب وقوله class student بالشكل ده عظيم جدا جدا دلوقتي علشان اكريت كونستركتور زي ما قولنا الكونستركتور بتاعي لازم يكون نفس اسم الكلاس يعني لازم تكتب كلمة student زي ما هي حتى ممكن تاخدها عقبي عشان برضو ايه ما يحصلش اي كونفلكت خد عقبي زي كده وتحط البرانتسيز ثم الكرل براكت كده انت عملت كونستركتور خد بالك ان الكونستركتور مالوش return type يعني مش بياجي عملو كده 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 بقت function ما بقتش كونستركتور ما ينفعش يحط هنا انتجر ما ينفعش يحط هنا float هو الكونستركتور بيكون من غير اي برامترز او من غير اي return type لو جيني هنا جوه الكونستركتور عملت برينت ليه مثلا طبعا احنا عارفنا ايه ان الكونستركتور اول حاجة بتعمل ليها call once ان انت اخدت object من ال class يعني حتى لو عملت object وما استخدمتوش اصلا هتلاقي الكونستركتور بتعمل ليه call بس علشان احنا ما كناش اصلا بنستخدم الكونستركتور ده في حاجة فبالتالي ما كناش بنشوف قدام يعنينا ان هو بتعمل ليه برينت او بيستخدم دلوقتي انا عملت الكونستركتور وهقول له this constructor will initialize first بالشكل ده اوكي طيب لو رحت دلوقتي على ال mean وقلت ان انا عايز اخد object من student وسميته مثلا junior student وقلت له بيه equal new دي الكيورد اللي بتعمل initialize للobject في الميموري ثم بنده اسم الكونستركتور اللي هو student بالشكل ده ده كده اسمه حتى لو رحنا هناك هنلاقيه هو هو نفس الشكل طيب دلوقتي الobject ده لو انا كنت عملت run هل هيحصل حاجة؟ الobject اصلا is never used يعني ما استخدمش انا لازم اجي هنا واستخدم الobject واقول له بقى ان انا عايز اعمل call لأي function موجودة في ال class ده بس اصلا ال class مفوش ولا function هو فيه كونستركتور واحد بس ولو رحنا هنا once ان انت اخدت object من ال class الكونستركتور ده لازم يتعمل لي call حتى لو جانا عملت run دلوقتي كده بس اللي هيحصل هيديلك error هيديلك error عشان احنا عندنا في هنا حرف L زيادة طيب زي الفل بنرجع تاني ونعمل run هنلاقي بيقول لي this constructor will initialize first يبقى ان ال object بتاعي انا ما استخدمتوش اصلا بس مجرد ما انا اخدت object من ال class فانا قريدي اعملت call للكونستركتور ولو رحت هناك للكلاس بتاعي هلاين فيه constructor جوا block of code طبعا ال print lin function دي احنا بس بنعملها for simulation عشان بس اتأكد ان احنا يعني ال block ده شغال كويس ولكن طبعا الكونستركتور ده ليه مميزات كتير بما ان هو اول حاجة بتعمل لها build واول حاجة بتعمل لها call فنقدر استخدمه بحاجات مهمة جدا قدام ان هيتعمل لها call first قبل ما ادخل في الكود بتاعي يبقى احنا كده اعرفنا كيف نعمل الكونستركتور بتاعي طيب تعرف انك ممكن برضو النوع التاني من الكونستركتور انك انت تخلي برامتر يعني تحط جواه برامتر ازاي يعني ممكن نعمل هنا variable مثلا ونسميه مثلا student name بالشكل ده وادي له initial value فاضية بالشكل ده ممكن اعمل variable كمان واسميه مثلا student age وادي له مثلا خليها نقول له student مثلا country ونخليها equal او email address مش تفر كتير بالشكل ده طيب دلوقتي لو انا رحت على الكونستركتور ده وعايز ادي له حاجة اسمها برامتر يعني ايه برامتر؟ يعني انا وقت محتاج الكون ده او الكونستركتور ده او الكونستركتور ده لازم يطلب مني برامترز عملناها قبل كده لو تفكروا مثال الكالكولاتور او ان انا اجمع رقمين لما عملت function اسمها sum وقالت له ان انا عايز اجمع رقمين طلب مني الرقم الاولاني والرقم التاني ازا برامترز علشان ياخدهم يامل عليهم عملية ايه؟ عملية حسابية طيب لو انا جيت هنا عملت variable جديد وسميته student name وعملت variable كمان وسميته student خلينا اخد دقابي كده بالشكل ده طيب عظيم جدا جدا كده الكونستركتور بتاعي بقى برامتر يعني جواه برامترز بالشكل ده لو انا عايز اعمل كل الكونستركتور ده دلوقتي لو رحت عندي في المين هتلاقي الكونستركتور بتاعي ضرب ليه ضرب؟ اداني error ايه هو ال error؟ بيقول لي two positional arguments expected but i found zero يعني انا كنت مستني اتنين برامترز تعمل ليهم insert او تدخلهم لي ولكن انا لقيت سفر انا ملقيتش اي حاجة طيب ايه هم البرامترز؟ توقف هنا على الكونستركتور وتدوس على command b او control b هيطلع لك suggestions لال two برامترز اللي انت المفروض تدخلهم عندي في الكونستركتور اول حاجة student name هتقول له مثلا عشان هو string هتقول له اسلام ثاني حاجة email address هتقول له مثلا islam.gmail.com طيب عظيم جدا جدا ولكن احنا هنا variables دي متعملش لها save ليه متعملش لها save او متعملش هتعمل لها brand علشان احنا محتاجين equal variables دول بيه ال variables اللي فوق بس لو جينا عملنا الحركة دي يعني لو جيت بتقول له ان student name ده هي equal student name اللي فوق هيحصل مشكلة و لو جيت قلت له ان student email address ده بيه equal student email address اللي فوق برضه هيحصل مشكلة ايه المشكلة اللي هتحصل؟ بص قوقف كده على ال variable ده اخدت بالك من اللي حصل ان ال variable اللي منور اللي اتنين هم هما واحد يعني هو مفهمش اصلا ان انت تقصد ان ده بيسوي اللي فوق و ان اللي هنا بيسوي برضه اللي فوق ليه؟ لان انا ما قلت لهش ان ده بيسوي اللي فوق انا قلت له ده بيسوي ده والاتنين نفس ال name طب هنا في مشكلة ازاي ان انا اعمل اتنين variable بنفس ال name و اقول ان هما بي equal بعض هنا لما تحتاج تقول ان في variable من هنا بي equal variable من فوق بنستخدم keyword مهمة جدا جدا اسمها ال this keyword this يعني هذه ال keyword او ال keyword ده او ال variable ده ال this دي بتستخدم علشان تعمل refer refer يعني بتشاور طيب تعالوا نشوف ازاي الموضع بيتم عايز اقوله ال variable اسمه student name ال student name ده موجود فين؟ موجود في ال class بتاعي عشان اشاور عليه بقول له this فبقول له هنا قبل كلمة student name بقول له this dot بص بقى اللي حصل اوقف هنا كده هتلاقي ده هو لنور ليه ده هو لنور؟ مش اللي فوق هنا علشان انا قلت له كلمة this لما قول له this dot يعني هاتلي student name اللي موجود في ال class اللي فوق اللي اسمه اللي موجود في this اللي هو ما كان ما نواقف يعني فكده لما وقفت هنا ده لنور ولما وقفت هنا ده هو لنور يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت equal ما بين ال variable اللي موجود جوه ال constructor بال variable اللي موجود فوق في ال class بتاعي نفس الكلام هتطبعه على l student email address هقول له this dot هتلاقي ان ال variable ده نور هو كمان بال variable اللي فوق يبقى انا كده سويت بال variables اللي موجودة في البرامترز بتاعتي جوه ال constructor بال variable اللي موجودة عندي فوق في ال class يبقى احنا كده ال data اللي هتدخل هنا هيتعمل ليه هسيب جوه ال variables دي طيب ان كيس ان انا مش عايز استخدم ال this keyword علشان اساوي two variables ببعضهم نعمل ايه؟ لازم ال name يكون مختلف يعني لازم ان انا اجي هنا اقول له student name رقم اثنين مثلا في ال case دي خلاص بقى اشيل ال this وحطت هنا رقم اثنين يبقى انت كده قلت له ان this name ده رقم واحد بي equal this name رقم اثنين كده انا غيرت ال name بس بقى اسامي مختلفة ولكن الاسامي المختلفة بتعمل حاجة اسمها ambiguity او التباس قصرة المسميات واحد واثنين وثلاثة وتعدى الحرف وتعدى الكلمة ده بيسبب مشاكل في الكود بعدين فانت عشان ما تلقبطش نفسك استخدم نفس الكلمة ولكن هنا بيجي دور بقى ال this keyword ان هي تشاور على ال variable الاولاني اللي موجود فيه ال class بتاعي فنشيل رقم اثنين دي بالشكل ده ونزود بس كلمة this عشان يشاور على ال variable اللي موجود فوق فيه ال class بتاعي دلوقتي لو احنا جينا اخدنا كمان object سمينا مثلا senior student وهنقول مثلا احمد والايميل بتاعه احمد at gmail.com واقدر كمان ان انا دلوقتي لو جيت عملت run بالشكل ده طبعا مش هعمل run لأي حاجة لان احنا محتاجين نعمل print فهنيجي هنا نعمل print لمسلا l student name, l student email address بالشكل ده فكده عملنا print للاتنين دول ونعمل كده run هلاقي بيقول لي اسلام واسلام at gmail واحمد واحمد at gmail طبعا هو هنا عمل print ال values على طول بالشكل ده يبقى احنا كده في الفيديو ده شفنا مع بعض ازاي نكريات constructor وايه هو ال constructor وازاي نحط جواه parameters ونعمل ليها call وازاي كمان نستخدم ال this keyword عشان نرفير ال variable اللي موجودة عندنا في ال class ونخليه بيقوال نفس ال variables اللي موجودة عندي فيه ال parameters بتاعة ال constructor وبالتالي لما دخل ال parameters هنا يقدر ان هو يعمل ليه هسيب في ال variables بتاعتي واستخدمها بعدين في ال print line function اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي شكرا شكرا شكرا